السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم ما زال في يوم الجمعة. ليلة جمعة مباركة. نحن اليوم 30 شوال 1442 هجرية. الموافق 12 ساة 2021 ميلادية. رديتوا لبال بان في جميع الفيديوهات ديالي كان قول التاريخ. وكانت عمد انني نكتبون عمله هنا يبج تشوفوه. عرفتوا علاش? لان الاخبار اللي كان يعطيه هي كنت تبدله يعني بشكل دوري. لما تبدلت في واحد الدولة تبدل في دولة اخرى يعني تقريبا في صمانة في ضرف صمانة ولا في ضرف ثلاثة يمكن تبدل الشروط ديال السفر. على هيدا كان عملت تاريخ. باش انتم ما تردوا البال وتشوفوا الفيديو شما تاريخ فيه. ويعني تعرفوا رأسكم لا تاخدوا يعني شي شروط اللي قديمة. وهذا هو الموضوع ديالنا ديال هاد ديال هاد النهر هذا. آآ في هذا الفيديو على الاقل هو تغيير شروط ديال الدخول الى المغرب. فكما اشتو يا الله ده باشير بعد ديال الساعات. هو كما العادة. فالحكومة المغربية كتخرج يعني الشروط والقوانين جديدة. آآ تقريبا دائما يعني بالليل. ولكن كتدول الاخبار بسرعة اليوم مع الانترنت ده غير كتصل الاخبار. فالخبر من موقع ديال الوزارة الشؤون الخارجية. واللي كيقول البروتوكول الصحي الجديد للرحلات الدولية. هو بروتوكول صحي ولكن بمعنى اصح الشروط الجديدة او لا تغيير في الشروط ديال الدخول الى المغرب. الى اعقل سو كان كنا اطرحنا ديك السؤال هنا في القناة وبعض القناوات كذلك الجادة. كانت رحت السؤال كتقول علاش يعني كيف يعقل ان هناك بطاقة ديال التلقيح. ولا شهادة التلقيح. ولا جواز ديال التلقيح. ورغم ذلك فالمسافر مضطر انه يعمل بسر ديال ثمانية واربعين ساعة. فبالتالي كل شيء كان يهضر على هذه القضية ويقول يعني ما عنده تشي معنى. لما قد نهضروا على هذا الامر هذا على الشروط الجديدة. وعدين نهضروا كذلك. آآ على استبدال هذه القضية ديال التلقيح والبسر. آآ كذلك قد نهضروا على بحرية على رحلة بحرية استثنائية جديدة. من آآ المغرب الى آآ الجزيرة الخضراء. من تنجيل الجزيرة الخضراء. رحلة بحرية. وكذلك قد نهضروا على واحد السؤال يتكرر باستمرار وهو السن القانوني للاطفال من اجل يعني لما يحتاجوش البيسر سواء ما بين المغرب واسبانيا. سواء للدخول الى اسبانيا والدخول الى آآ المغرب. اذا على بركة الله. الموضوع اللي كما قلنا هو البروتوكول الصحي للرحلات الدولية. الاعلان خرج في الموقع دي الوزارة الخارجية المغربية. ولا الدبلوماسية المغربية بالعربية. كيقول مستجدات شروط وروج التراب الوطني للمسافرين القادمين من الدول المدرجة في القائمة آلف. شنو هي المستجدات? تقديم بطاقة التلقيح ولا جواز التلقيح او شهادة تثبت ان الشخص قد تم تلقيحه بالكامل. يعني اه الان تبدل تبدلت الشروط. وذك الشي اللي كانت تقول السيدة الوزيرة الوافيرة هنا في الفيديوهات دينا غادي تجبره بطبيعة الحل. يعني نقلين عنها مباشرة. بانا ذك القادية دي البيسر سواء كان عندك جواز سفر الصحي ولا لا? لا. ده ما ما بقتش. ده برا بدلوها ولا يعني اذا كان عندك شهادة التلقيح فاخصك توريدك شهادة التلقيح الكامل يعني يكون عندك جواز جرعاتي لا كنتي عمل بطبيعة الحال اه يعني الحقنة ديال اللي كتمشي جرعاتي. كذلك يجب على الاشخاص الذين لم يتمكنوا من تلقي التلقيح او لم يتم تلقيحهم بشكل كامل تقديم اختبار الكشف بس اير سلبي لا تتجاوز مدته ثمانية واربعين ساعة. وهي دك ده بعد اه ده بعد ولا شوية ده المنطق فهذا الشي اللي كيت تعمل. فالان كما كتشوفو يعني اما تعطي شهادة ديال التلقيح اه? او لا اذا ما كانت عندك شهادة التلقيح فخصك تقدم اختبار الكشف بس اير سلبي لا تتجاوز مدته ثمانية واربعين ساعة. قبل الصعود على مثل الطائرة او السافينة. هنا يلاحظوا معي شنو كاين الاخوان. قبل كان اير سلبي لا تتجاوز مدته ثمانية واربعين ساعة. على دخول التراب الوطني. ده بولت ثمانية واربعين ساعة. يعني على صعود من ازل صعود على مثل الطائرة ولا السافينة. يعني ايش حال هادي كان? مثلا انت عندك طيارة خرجة من هنا مع الهي مع اتناش ديال النهار وتحصل المغرب في الشجر النهار. فانخصقت 얻سب ثمانية اواربعين سعة. من الساعة اللي مشيتدر فيها التلقيح تندقج جهود النهر اللي ستوصل فيها المغرب دة بلا اولا ثمانية واربعين ساعة او 재밌وات بضيان. من الساعة اللي ستدخل فيها التلقيح تحت الساعة اللي ستدخل فيها للطيار دليل السافينة. بالنسبة للسن ديالا 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 بالنسبة للاطفال ليعفونا من لام التلقيح ولا مقادية بالنسبة للمغرب للمغرب الاخوان يعفى الاطفال دون سن الحادية عشرة سانة فبالتالي يعني الى كان الاطفال عندهم حداشر سانة وخاها دائما احضرنا عليها ولكن لا بأس بالتذكير لان بزاف ديال الناس دمام عسبان يبدل السيستيم ديال السنوات فالناس بده وكيتخرقوا في الراس ديالهم. بالنسبة للمغرب يعني الطفل ولا الطفلة خصو يكون بقيه ما وصلش حداشر عام. اذا كان عنده عشر سنين يعني باقلوا نهار باش يعمل حداشر عام فدك النهار هدك يقدر يهود المغرب لا بسير. كذلك اعلان اخر يقولوا سيتم تجهيز عدة سفن بمختبرات متنقلة لاجراء اختبارات الكاشف بسير. هذي وخة هذي عرفناها ايضا قلوا هذي غير عودو هاوكا. دبا غا دين دوزو L appliBrien á lo course file fund is verre arre chiesta na l polls at the jazira هذي وتتے Wenn dann이oe is not a jazira خضراء فكم ما كتشوفوا معنا هنا ya formulario di bi cav 후�age فشهر ستاة نهار ستاة وشهر ستاة عدي تكون رحلة بحرية استثنائية من آآ ميناء تنجر المتوسط إلى الجزيرة الخضراء. يقول لك فقط يمكن المسافرين اللي مقيمين في اسبانيا واللي عندهم الجنسية الاسبانية آآ طالب التذكير على متن هذه السفينة. المهم كي يذكروا بذيك المسكرية وذيك المسائل اللي وكي يقول لك هاد الفورمولو ملأ هاد الاستمارة هادي لا يعني بأن نرى عندك الحق في البيئة وإنما خصبتنا حتى تجاوبك يعني الرحلة غادي تكون مع الدراس ميدي ترانيا خصبتنا حتى تجاوبك ترانس ميدي ترانيا عادك داك الساعة يعني رك يقول لي عندك الحق في البيئة. انا دائما كمشي نشوف واحد البلاسة هنا كنشوف التيبو دي ديكمنتاتيون باش نشوف كل ناس اللي كي يقدروا يمشي. هنا هي عاملين نمرو دي برميس دي ريسيدنسيا يعني طلعو الناس اللي عندين هان المل RESIDENCIE حمسة الفئات سيص Ferguson في الحلة البحرية الاستثناءية ذائبين الد komplett قبلuzario يعني هنا يا الاعلان هذا. دخلنا غير نتراس ميتراني وجبناه. في الصراحة صردته للاخت عواطف. شكرا بزاقتي عواطف. ما زال ما كانش الاعلان عليه. حتى في الصفارات الاسبانية كما هو الحال دائما كتعلن عليه. مهم كتعمر شده وكتصرده. وديك ساعة ان شاء الله نطلبه عن الله خير. قبل ما ننسى. بالنسبة لاسبانية. شوف ها هو الاعلان اللي عادي نخلي لكم هنا يا. هدا هو الاعلان اللي كيقول بانه ابتداء من اتناشر عام. فالاطفال مع يعني مع فون من البيسي اير ولا تلقيه ولا اللي كان. يعني تم تم رفع السن من السنين حتى الاثناشر عام. هدي كذلك باش الناس اللي يمجن من المغرب الاسبانية يعرفوا بانا يعني الاطفال حتى سن اتنى عشر سنة فهم يعني مع فون من داك التست ديال البيسي اير. اذا احتى هنا هيك نكون وصلنا لنهاية ديالفيديو ديالنا. ما نطوروش عليكم بزاف. شكرا بزاف. والله يصير الامر للجميع. وليلة مباركة.